الكفاءات العلمية تواجه مستقبلاً مجهولاً في العراق نتيجة عدم احتوائهم والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم ليجبر العديد منهم على السفر بحثاً عن فرص أفضل في البلدان العربية والأوروبية ممن تقدر هذه الطاقات وتحتويها أما من بقي فهو أمام فرص ضئيلة إذا ما نسي أمره رغم أن البلد بأمس الحاجة لهذه الطاقات العلمية للنهوض بالواقع نرى في كل البلدان سواء كانت العربية وأيضاً حتى في البلدان الغربية الأوروبية هناك الكثير من العراقيين وهم يعملون في مناصب مهمة في المستشفيات وأيضاً يعملون في جزء الإلكترونيات في شركة أبل وغيرها لكن الحال وما نراه وأنا تحديداً يعني تعرضت لهذه الحالة هنا في العراق لم يكن هناك أي أهمية لا لصاحب شهادة عليا لا لصاحب كفاءة نواب يرمون اللوم على ما يمر به العراق من ضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي فالحكومة في ظل الأزمات لا تستطيع توفير أرضية خصبة لاحتواء الكفاءة العلمية العراقية وأيضاً غير قادرة على احتواء الكفاءة العلمية وإعادتها بعدما استقرت في بلدان وفرت لهم جميع مستلزمات النجاح أي كفاءات تبحث عن استقرار أنا اليوم إذا ما أوفر الاستقرار الكافي بالبلد ما أضمن عودته ولذلك دائماً نركز على أن يكون وضعنا السياسي والاقتصادي بالذات يكون مستقر حتى أستوعب كل الكفاءات وإلا معظم الكفاءات العراقية نحن مثل ما نعرف موجودين خارج العراق لكن يفكرون في بلدهم كثيرونهم الأطباء وأساتفة الجامعات والمهندسون والتقنيون العراقيون الذين يعملون في مؤسسات عالمية عربية وأجنبية فلو اتجهت الحكومات السابقة لاحتوائهم لما التجأ أكثرهم لدول أخرى من بغداد محمد فراس قناة التغيير